السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير انا الحمدلله في نعمة دايما مع الطاقة الايجابية والنشاط والحيوية في الدار انتمنى ان شاء الله من قلبي يعجبكم هادا الروتين ايلا اعجبكم متنسوش تديرو لي جامفلا فيديو وتبرتجيوه مع احباباتكم ويلا كنتي تشوفي فيي وما زل مشتركتيش في القناة اشتركي ليصيلك كل جديد اصبحت اي لبنات كانوا معنديش حوايج للخسيل قلت ايبان برو فيتي نخسل لاماشينا لافي ندير لها التنظيف على بلكم بلي يعني لاماشينا لافي لازم لها التنظيف كل تلت شهر ربع شهر ست شهر لازم ندقوها نحيت لها القجر ديالها كان معمر بالصابون بس كان نستعمل هاداك الامو اونبودغ يعني يتراكملي بزاف الاوسخ فيه ويتوسخ لي بالبزاف مش كيما اللي تستعمل لي كيد يقدر يعني ما يتوسخ لهاش القجر بزاف لا علينا هنا راح ندير لها التنظيف تعلو طنبوغ ديالها درت كس تعخل الابيض وشوية على بيكاربونات حوالي مغرفة ولا نص مغرفة على بيكاربونات انا هنا فلا ماشين تاعي عندي لنيتوايج طنبوغ دوكنتو ما الى ما عندكمش ديروا نفس العملية وخلوها الدور يعني وحدها تخصل بلا حوايج الدور الدور وحدها هنا يجتني الحرارة كاتخوين دي دغري درتها وخليتها تمشي هادا كل الخل ولا بيكاربونات راح ينحولكم لك على الكاغل يكون في الماشينة تاعكم وينحي لكم تاني الريحة كاين بزاف اللي تقول لك انا نغسل بان ليكيد ولا بالأومو ريحت وشابة بصح ما تقعدش في الحوايج تجيني فيهم ريحة ماشي شابة بس كلا ماشين تاعك بالك تكون فيها ريحة كريها ريحة يعني ريحة الما ريحة كيتغلقوها وكامل تقدر تخلي لكم ريحة ماشي شابة لازم لها تنظيف كل تلت شهر ربع شهر تنطفوه انا نظفتها بيان خليتها الدور من بعد فتحت لها الباب تاعها وخليت الهواء يضربها للداخل هكا صدقوني ما تكون فيها حتى ريحة وتقعد لكم يعني محافظة على يعني تحافظ على النظافات تاعها وتحافظ لكم في الغسيل تاع الحوايج يخرجوا لكم يشعلوا من بعد كيكمل سلا ماشين تاعي رحت نستيكي هاد المابل شوسيوغ هدايا ولا وين راني حاطة السبابطي ولا الباسكات تاعنا كي ماشتو بديت اني طوايفة انا نستعمل هاد البرودوية تاع هاد فوغسيكس بخيس واقي لو اسمو ستا في واحد شوفو نستعملو في لحطة بنستعملو في الزجاج في الكويغ تاع شامبغ تاعي في الاينوكس حاجة عندكم تاع اينوكس ولا يخرج روعة ننصحكم تشروه انا يعني في عضمة كترو اللي بخو دوي عليكم يعني تلازم تاع الزجاج وحدها تاع الكويغ وحدها من الاحسن تشروه هاد القرعة تنقصوا على روحتيكم تربحوا البلاسا وتنقصوا على روحتيكم التاع بتاع كل القرعة وحدها هادي هي انا بالنسبة لها التدبير اللي رح نشاركها معاكم كنت درتها في بداية قناتي بصح يعني كان تفعل صغير يعني تقدروا تقولوا كان منعادم هاد المرة حبيت نعاودها معاكم كنت حندر يعني هاد التدبيره قلت نعاود نشاركها معاكم هنا يا البنات انا دايما كيفاش نعطر صبابطي ولا نعطر حشاكم لباسكات ولا اي حاجات تكونوا ديرينها في المابلتشوسيغ باش تعطروها بهاد الشب المعطر اللي يتباع عند العشاب وقيل عشرة الاف بلا كان زميل والله مش فيتش حاله بخيتاعه انه هو شب معطر يعني يزيل روائح الجلدية و او مامطن ما يخليش رجلتاكم حشاكم في لباسكات تعرق راح ينشفها و يعني صرتولي عندهم مشكلة يعرقو رجليهم ولا يديهم هاد الشب بزاف مليح ليهم انا زتخلطلو شوية تعالى بيكاربونات بس كلا بيكاربونات تشتوه تنحي الريحة ما تخليش الروائح الكاريها تمتص الروائح نفش فش كامل يعني ولا ندردر هكا شوية لعبودغ فكامل لي باسكات تعراج لي يعني كامل تعالى عائلة و نحطهم و استفتهم في هاداك الومابل بيان سيغ بعد ما كنت نقيته كامل و انا دايما نرمي فيه الداخل يعني قيطحت على السابون نشري سابون دوف ولا نقطعها على ربعة و في كل اي طاج نرميها كامل مخصو راح تطلق ريحة شبه و السيغ تويلا كنتو ديرين الومابل شو سيغ قدام الباب ولا في البالكون ولا من الاحسن تعطروه راح تقعدوا فيه يعني ريحة شبه ما تجيكمش كامل فيه دوك الروائح الكاريهة انا هادي هي طريقتي انتمنى ان شاء الله من قلبي تعجبكم و تجربوها و كاين ديجالي جربوها كي شاركتها معاكم في البداية و عجبتهم و كامل شكروني هادي هي البنت هنية ستيكيتو كامل من الداخل نحيت له الغبابر درت له قطعتها الصابون كي ما قلت لكم و الزيت مسحتو من البرة هنا سمحولي الاضاءة برك في الكلواغ ما كانتش عندي يعني ضاوية بزاف سيبو خسارة هي تبان شوية مضلامة هاوليك ستيفتو كامل هنا لي باسكات لتحت الصبابة بتعتاميم من ناطع الخرجة يعني هنا راني ديرا غير تعكل يوم تعالي اللي ماشيتع كل يوم راهم كامل في كراطنهم راهم كل وحدة في باطتها ومخبيتهم في الخزانة هذا هو المبلشو سيغنقيتو كامل واحنا يا كنجاب لي المسيو هاد المسمن اللي صدمني به ما نكدبش عليكم كي شفتو قطلو يخشريت المعارك من البرة قال لي ما شريتهم مش عطاوهم لي خلعني حسبت لي شراهم بس كان نطيبهم في الدار يعني هاد العجاج كامل لنا اللي نوجدهم في الدار عمري ما شريتهم كسو سوا في داري ولا في دارنا من في دارنا ما نشروهم مش نطيبو كلش في الدار لقاهم يعني عطاوهم لو كي ما قلتلكم جابها هاد الباكي مكتوب فيه مسم من منتوج جزائري مكتوب فيه يعني شو ادوك تشوفو كيفاش يجي لداخل مكتوب فيه تسخني المقلة وتحطي العجينة تاعك بلامة دي كونجلا يعني ملكونجيلاتير دي غاكتامون للمقلة ودوك نطيبهم معاكم وتشوفوهم هادو ما بلك يشروهم الناس لي كاين لي ما تقدرش تدلك كاين لي مريضة من يدها كاين لي كبيرة وما عندها شكون لي عاونها تشهال مسم من وبليجي تشري هادو ما يعني ما تخليهاش في قلبها الناس يحلي لهم كاين لي بلك تتوحم وما كاش كون يطيب لها ما كاش كون لي بعتلها هادي هي بسك احنا ديفو نشوفو وحدة تشري ولا يعني تشري في هادو ما الاشياء نقولو احنا يا براكاسي ما تعرفش طيبهم في الدار هادو ما كاش لي ما تعرفها مش كي ما نقولو بس صح كل وحدة ودورو فيها ما لازمش الواحد يحكم على المنظر ولا بسك على بلكم المظاهر خداعة كي ما نقولو تقدر بلك تكون عجوزة تشري فيهم ولا راجل يشري فيهم المرتو بلك ما تقدرش طيبهم بلك تربي ما تلحقش مع ولادها بلك مريضة من يديها هادي هي البنت شوفو كيفاش يجو سخنت الطاجين تعي يعني درتو قافن نحيت لهم هادو كالنيلان ليجي فيهم وحطيتهم ديراكتورما كي ما شتو وفغي ما يجو هاي لنا صح ماشي كي ما تعدار رعا صان بوخصان ما بصح يجو فيتي من الداخل وقال لك بلا ما تدهنوهم بالزيت يعني ديراكتورما حطوهم في الطاجين احا يطلقوهم شوية زيوتات يجو ميد دمين ويجو بزاف هاي لين دوك تشوفو هنا يا يعني يعني نطيب فيهم قال لك طيبوهم دقيقة ونص من كل جيهة صح انا مانبا بلك طقيقة كانوا وجدين كي ما شتو هادو ما يعني يسعدو بلك المرالي ما تلحقش ولا ليخداما ولا راح يسعدوها ويعاونوها انا هنا جبت لكم الفكرة فقط بس كان انطيبهم في الدارك وتعرفوني راني درت معاكم عدة وصافات تعلي عجاجين هاي لك شوفو كيفاش يجو من الداخل يجو روعا يجو مقرمشين وفيتي الله الله كي ما يحب الخاطر ههههه هوا صح مشي صحيين اصان بوغسون مي لوحدة كي تتحتم عليها وبليجي تشريها وهنا يا راح نوجد معاكم وصفة لي كنت درتها للفطر تجيب الزاف بنينة وتعتمتم تحضروها في 4 ساعة وانتو ما يفريتوها درت طنيج راي درت فيها شوية تعزيت قطعت فيها البطاطا وراه نينسكر فجلها سنينة تعتم هنا يا كنت حنشللها وما لقيت شلمة شللتهم بالقرعات تع السعيدة كما اشتوا بالنسبة اللي زي بيس ندير لهم فلفل كحل فلفل عكري حلو اللي تحب الحار ندير الحار وراح تجيب زف بنينة بالحار وشوية تعل كمون ونديرها فوق النار تتقلى على نار قليلة كامل هنا يكون شوية تاني الفلفل راني ننقي فيه قدامكم راح نديرو ملفوقة يعني بعد ما طيب ليش طيط حتى عي تعل بطاطا نرميه ملفوق دوك تشوفو هاد الوصفة تجيب زف بنينة واقتصادية يعني في الصيف دوك هادا وشيليق غير عفسات اخفاف وانتو ما فريتوها تزيدو معاها مطلوع ولا كسرة سخونة وبصحتكم هادي هي نقيتو كامل هنا ينقطعو على شكل يعني شرائح كما نقولو مدى بينا يكونوا رقيوقين كامل هكا بش يجو بنان ويعني يتزربعونا على كامل البلا تاعنا وهنا يا وليت للبطاطا التاعي قليتها مليح مليح على نار قليلة على بلكم باللي التوم ما لازمش يعني يطول بسكيد تحرق سيبوغسا خلطوا مع البطاطا وراني نقلي فيه كيف كيف كي ما شتو من بعدها البنات نمرق بكس تعمى يكون سخون هكا بش ما تبردناش وما تقرسلش هديك البطاطا ونغلق عليها ونخليها على نار قليلة حتى تطيب لي ولا يعني تحسو باللي تخلها طياب بيد ما راح يطيب لي هنا يا كين مشتريكة طلبت مني هدل لشو غوج هدايا ولا هدا الكرومبيت الفيولي قاتلي كيفاش تديريه شافتو يعني كشريتو في المشتريك طلبت مني الوصفة هايلك الوصفة التاعو أنا يعني نقطعو مرسو نحيلو الورق الفوقانيين هدوك ليكونوا مسخين وكامل ونقطعو يعني شرائح نقطعو بالطول قيطع رقيقة كامل هكا بش يجينا يعني بنين وما يقعدش يعني يابس في فمنا نقطعو هكا شرائح طويلة ونشلو تحت العين من الاحسن نشلوه بقطع قطارات تاع الخل ولا تحبو هكا تحت العين تاع تمتم بس يعني هدلو شو غوج هدا ملداخل مايتراكموش فيه الحاشارات ولا برك حنايا نحبو نشلو هكا باش نهنوه بالنا بالنسبة للتتبيلة ندير فيها باش ندوزنو يعني كوميو سالات ندير فيها شوية تعزيت مغرفة صغيرة ولا نص مغرفة تعطو ماطيش مصبارة لزي بيس ملح فلفل كحل هدا ما كان وشوية تع الكمون هدا ما كان ويجيب بنين بنين روعة انا ما يخطينيش ما نكدبش عليكم نديرو فشتا ولا في الصيف نديرو يعني في كل اوقات نخلط مليح هدي كلامارينات ونرميها فوق هدك لوشو ولا هدك الكرومبيت اللي كنت شللتو ودرتلو يعني غسله الله الله وندخلها مليح بيدي يعني نحكو مليح بيديها هنا تقدرو تزيدو سنينة تعتو ملي تحب التوم بس احنا يعني ما نفضلش تزيدو بس كحا تقعد في فمكم هديك ريحت التوم ما نحبهاش هايليك ندخل كامل هديك التتبيلة في الكرومبيت ونقدمو في طابق التقديم وشو نقول لكم يجي روعة كيتاكلو هكا بالفرشيطة ويقرمش في فمكم ويمد واحد البنة ما عندي ما نقول لكم هدي هي الوصفة شهيدكم في الجنة ان شاء الله ونتمنى من قلبي تجربوها وتخلو لي رايكم في التعليقات هكا بشي يستفادوا كامل الاخوات بعد ما حضرت لها صالات تاعي شكي ما شتول بطاطا شطيتها كانت طابت طابت زبدة خليتها تجمرت شوية هديك الامريقة ورميت لها الفلفل من الفوق نحاول نزربعو على كامل هديك اشطيتها تاعي زدت لها حبيبة اولاد الجاج مع شوية تاع الملح خلطها ملح ونرميها فوق كامل هديك تنجرة تاعي نغطيها ونخليها طيب على نار اقليلا حتى تحسوا بلي هدك البيض طعب ونشف كامل من الاخر ديالو وهنا هدو هما كانوا الاطبق توعي عفوا اللي حضرتهم اليوم هما شطيتها بطاطا بالفلفل اللي تجي من اروع ما يكون وهديك لصالات الكرومبيت الفيولي تاني بزاف صحية ومغدية وبزاف بزاف بنينة نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الروتين وعجبوكم الوصفات ما بقالي غير نقول لكم تلاقوا في روتين جديد ولا وصفة جديدة ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة